خلينا أقولك أن من ساعة ما تولى أسامة نبيه مسؤولية المدير الفني خلفاً لفريرة فأسامة نبيه واخد الموضوع تحدي شخصي بالنسبة له وأسامة نبيه بدأ يعقد جلسات فردية على رأسها أو أول الجلسات كانت مع أحمد فتوح اللي بعد طبعاً جلسة أسامة نبيه أعلن جاهزيته لمباراة فيوتشر المقبلة أحمد فتوح اللي كان طبعاً بعيداً عن المشاركة في المباريات اللي فاتت فبالتالي كان تركيز أسامة نبيه على أن أحمد فتوح لازم يرجع مرة تانية للمشاركة وتأثيره كان واضح خلال المباريات اللي فاتت سواء اللي اخسرها الزمالك أو اللي اتعادل فيها الزمالك فأحمد فتوح واحد من أهم اللاعبين اللي موجودين في مصر بشكل عام وأحمد فتوح هو أفضل ظهير قيصر في مصر في التوقيت الحالي أو بقاله مسمين كمان أسامة نبيه طلب من الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة تحديد القرار النهائي بشأن إبراهيم أنضاي زي ما قلت لك قبل كده أن إبراهيم أنضاي إصابته مستمرة إصابته هتكون زي بيرسيتاوك كده في النادي الأهلي واللي بقوله لك ده وفقا لمعلومات فبالتالي الطبيب نادي الزمالك مش عايز يستعجله مش عايز يدفع بإبراهيم أنضاي في المباريات لأن كل ما هيدفع به يتم تجديد الإصابة فبالتالي طلب أسامة نبيه أن يكون في حسم من الطبيب هيكمل ولا لا علشان يتم الاستفادة بلاعب آخر تم طبعا وضع برنامج خاص لناصر منسي المنضم حديثا من صفوف نادي البنك الأهلي إلى نادي الزمالك في المقابل حسام أشرف قد يرحل إلى نادي البنك الأهلي واحد من اللاعبين الصاعدين الموجودين داخل نادي الزمالك ومن اللاعبين اللي ظهروا كان فترة من الفترة بشكل مميز زي ما قلت لك طريق العشب أمدير فني لفرقه وسموح أعلن عن جهازه المعاون في وجود النجم الكبير الكابتن مؤمن زكري ترجمة نانسي قنقر